ندخل بقى على العدو التاني اللي كنا بنتكلم عليه اللي هو ايه احنا قلنا على الاستنصاح في الاستخصار بقى ايوه ليه الراجل ممكن يستخسر هنا الراجل بص كلمة الاستخصار مقصودة يعني ممكن اكون بدي لأهلي وما بديش لمراتي ليه الراجل ممكن يستخسر ليه بيبقى حاسس بعدم التأدير ودي حتة نفسية عند الراجل ممكن ساعات كتير جدا الست ما تبقاش فهمها مدام انا اصلا بطبع كريم واصلا ممكن اعمل ده مع اهلي بس باجي لحد مراتي واروح جاي مش مديها ده معناه ان انا مستخسر فيها مستخسر فيها ده معناه ان انا حاسس ان هي مش مقدرة اللي انا بعمله معها ممكن ده يبقى غلط او ممكن ده يبقى صح ممكن هو يكون شخص بيبالغ في احتياجاته ممكن تكون فعلا هي مش مقدرة ممكن يكون طمعا فيها شايفها معها فلوس فاصرف انت هنا بقى نروح للحتة الاولانية ان هو حاس ان هي مستنصحة عليه فبالتالي لما حاس ان هي مستنصحة عليه ابتدى هو كمان يستخسر فيها عشان كده بقولك التلاتة أعداء خطار التلاتة دول ومحدش بياخد باله منه تاني التلاتة الاستخصار الاستنصاح الأول الاستخصار الاستغلال والتلاتة بيودوا البعض والتلاتة ولاد الخوف يعني خلي بالك إيه اللي بيبوز إيه اللي بيعمل الماديات يعني 49% من القضايا اللي موجودين في محاكم الأسرة دي إحصائية عملت موجودين بسبب الماديات يعني نسب الطلاق في مصر بسبب الماديات تتخطى الخمسين في المائتي متخيل الرقم عامل إزاي وده ليه عشان الماديات فعلا انت بتلاقي على فكرة الرجل معه فلوس والست معه فلوس واللتنين بينهم مشاكل عشان اللتنين فيه حاجات بتدخل زي ما انت قلت في الأول فيه تحريص فبيعمل استنصاح فالاستنصاح بيعمل استخصار والاستخصار بعد كده بيجيب استغلال فالحاجات دي لما بتدخل بتبعز العلاقة ما بتخيلي انا عايش معاك ومستخصر فيك وانت شايفة ده فانت هتبقي عايشة عاوزة تستغليني ردود أفعال مختلفة ايوة خلي بالك الست بتتدايق الست بتتدايق بعد ما كان الراجل ده صورة تبيرة جدا في نظرها وهو راجلها وراجل البيت خلصت بيبصله كده اللي هو انت ازاي كده يعني بتدخله حتة البخيل اللي هو انت ازاي ما تصرفش عليه وعلى بيتك فيبتدي الراجل يصغر 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 مدام الراجل ألف نظر مراته خلص شكرا استحالة استحالة يرجع يجبر تاني واستحالة تخضع له فكرة اولا هي بتبقى عايشة مش مبسوطة مهما كان لان خلاص هي الستة اللي بجد يعني الانثة اللي بجد يعني هي ما تقدرش تعيش مع راجل قليل ولو عاشت هتبقى عايشة لأهداف اخرى مش عشان هي مبسوطة ولا عشان هي مكمل عايشة عشان العيال بقى عايشة عشان الكلام لكن مدام الراجل عشان كده انا دايما اقول للست اللي هي المعطاعة بزيادة مش من مصلحتك مش من مصلحتك ان انتي تخليه اعتمد عليك لان دا لو حصل وهو اعتمد عليك فعلا واتكل عليك انتي اكتر واحدة قدامها تخسري لان خلاص هيقلف نظرك ومع الوقت لو قلف نظرك انتي مش هتعرفي تستقبلي منه زي ما كنت بتستقبلي المشاعر والعواطف وفيه تلات مناطق احنا عارفينهم هما يعني لازم نبقى فاهمانه هو الراجل محتاج ان هو يحقق لمراته الامان العاطفي والامان المادي والامان الجنسي وبالتالي هو ما ينفعش مثلا انا برضو اتحول لراجل بحقق الامان المادي وانسى الامان العاطفي والامان الجنسي برفو عليك